السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكاترة. درسنا النهاردة بازن الله تعالى عن الانتيريور اب دومينالول. لا مش قوي. مش ده اللي احنا هناخده النهاردة عشان قريدي درسناه. موعدنا النهاردة كوصف اضاق هيبقى اللي موجودة في الانتيريور اب دومينالول. فانت لازم الاول يكون عندك خلفية ايه هو جدار البطن الامامي ده? عشان تعرف تدرس الحاجات اللي اللي موجودة جواه. فانت وبكل بساطة ممكن تيجي معي كده. على جوجل وتقوم كاتب هنا اسم القناة اللي هي في الطريقة دي. وتضغط هتفتح معاك القناة. ان شاء الله. نروح على البلايلست نختار البلايلست بتاعت الجي اي تي. ونلاقي مع بعض تاني فيديو هنا في البلايلست هو والله الانتيريور اب دومينال مصلز. ده الجزء الاولاني. اللي لازم انتو شوفوا الاول قبل ما ندرس الاسبيشال مع بعض دلوقتي. تمام? والاسبيشال يا دكاترة باختصار كده. هندرس اربع حاجات ان شاء الله. رقم واحد الانجوينال اللي اسمعنا عنه كزا مرة قبل كده. رقم اتنين نعرف ايه هو الانجوينال بتاعنا. رقم تلاتة هندرس الانجوينال كنال بتاعتنا. لاحظوا كلمة انجوينال انكررت كتير. فنعرف ترجمتها من دلوقتي. واللي هي نروحنا والله على جوجل وكتبنا مع بعض انجوينال هتطلع علينا كلمة غريبة كده. لكن مش هنختلف هيهم باختصار معناها منطقة العانة. يبقى احنا كده ان شاء الله هندرس عن وكنال مع بعض. يعني رباط ومسلس وقناة زي ما هنشوف مع بعض جوه جسمنا. بعد كده هنقوم نقلين ان شاء الله لموضوع تحت عنوان او باختصار كده الغلاف اللي هيحوط لنا عضمة اقصد عضلة تمام اربع مواضيع كده ان شاء الله يكونوا لاززين وخفيفين. ثم بعد ما نرجحهم من محتوى الكتاب هندخل على اسئلة ونحل عليهم ونضرب مع بعض. تمام? وعلى الله يتوكل. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم هنيجي عند اول حاجة معانا الا وهي باذن الله. طبعا وللتذكير انا شرحي شرح سريع لانه اصلا مش شرح دية مراجعة. يعني انت عندك خلفية على اللي انا بقولهولة ده. جاي بس افكرك واوجه نظرك للمعلومات الاهم من الكتاب. تمام? تمام. نعمل زوم هنا شوية كده. وبيقول لك يعني روباط. اللي هو بيوصل على مع بعض. موجود فين? من اسمه. موجود في. طب ايه العمتين اللي هيوصلهم مع بعض? واتعمل ازاي ده? هتشوف مع بعض دلوقتي. اولا العضلة الخارجية في البطن اللي كنا سميناه بالاكسترنال اوبليك مصل. عندها هيقوم يدخن. ويلفة حوالي نفسه. فيكون لنا اللي هنشوف شكله دلوقتي. هو موجود عند الخط الاحمر اللي انا برسمه دلوقتي كده. واحد يمين والتاني شمال. تمام? تخيلوا الصورة معايا. ده الراجل بتاعنا. واحنا نزلنا عن تحت الصرة عند مطقة العانة. ولقينا واحد اللي جمال تيميل والتاني شمال. ماسك في عم طين ما هو لجمال. فالتاتمت بتاعنا بيقول لك يعني من برة سواء كان هنا او هنا. هيمسك في حتة من الهيبون وعرفناها من العملي واختصارناها في حروف اي اس اي اس او حروف عزيز. تم ميديا ليه من جوه هيمسك ايه هنا? هيمسك في حاجة حتة برضو من عظمة الهيبون. وانجينا على صورة زي دية. كاتب لك اهو رسمه لك بالاخضر زي ما احنا شايفين هنا. طالع من وراح يمسك في بتاعتنا. تمام? وحضطناها ومكانها وتخيلناها. يبقى كده بتاعنا اهو عرفناه وتخيلنا كويس. دلوقتي هناخد بتاعته. هو بيتمدد كتنين لازم نعرفهم ونفهمهم كويس. رقم واحد حاجة اسمها يعني هو طلع علينا تاني. اسمه يعني شبه الهلال. شبه نصف القمر. بيقول لك بيقول لك تريانجولر بوستيريور اكستينشن. هتعمل لي هايلايت عالجملة دية عشان ما ننساهاش. طب هو بيع ده عنده كم كم اكستينشن عنده اتنين. رقم واحد اللي عمل شكل الهلال. ورقم اتنين حاجة اسمها تمام? تمام. هنبص عليهم عشان نعرف وجودهم يبقى ازاي? هنزل للصورة بتاعتنا دي. هنعمل زوم ان كده شوية. اللي باللون الاخضر لمرسوم ده ايه? ده والله بتاعنا. طالع من عزيز ورايح. هيعمل لنا اتنين. رقم واحد طالع هو شكله مسلس. على حسب الوصف طبعا الوصف بيختلف من لتري دي. تمام الصورة اللي قدامنا دي المهم هو ده راجع لورا. ماشي. يبقى ده هو اول من تبتاني هو اللي فوقي ده اسمه يعني منعكس. طالع كده بعكس الاتجاه. وراح يمسك في الخط الابيض ده اللي هو اسمه قلبة. قلبة يعني ابيض ولين يعني خط. تمام? تمام. فانت كل اللي عليك تعمله انك هتتخيل مطرقة. مطرقة اه. هنتخيل مع بعض خط جاي كده. وطالع منه الورا بالطريقة دي اللي انتو عارفين دي المطرقة الطبية اللي هي الهامر. ميديكا الهامر. بتاعت مش فاكري لها. يبقى ده الخط ده. وتحتين وطلع لنا لفوق كده. ماشي? فانت في الامتحان هتتخيل مع بعض الشكل ده. ونفتكر بتوعهم. وخلصنا كده من اول معنا في كم ايتم اتفقنا هندرسهم مع بعض اربعة. رقم واحد ايه? وخلصناه. رقم اتنين. حاجة اسمها وهنشوفها مع بعض دلوقتي. ماشي? هما اربعة. رقم واحد تخيلنا شكل رسمناه بسيط قوي. ورقم اتنين ابسط منه. بصوا هننزل كده مع بعض. عن حاجة اسمها يعني مسلس. ارسم لي كده مسلس. هقول لك اي حاجة عندها تلات او تلات زوايا هو ده مسلس. زي اللي انا اسمه ده دلوقتي مسلس مسلا. في مسلس عندنا في الجسم? اه فيه. ما تستغربش. مش بس مسلسات هتشوف. انت هتشوف قونات دلوقتي تسمها الكنال. ماشي. المسلس ده معمول ازاي? والله اللي اجمل نفتكر عضلة مع بعض. خلينا بس اشوف لكم صورة حلوة? انا مش لاقي الصورة حلوة. عاودين اشرحها الصورة دي بتاع انا اشرحها الصورة دي. بص. العضلة اللي هنفتكرها مع بعض اسمها يعني كلمة عشان اسم العضلة هو اللي بيفكرنا بمكانها وشكلها وكل حال. كلمة معناها مستقيم. ليه سميت بالمستقيم? لان هي ماشية الفايبر بتاعتها مستقيمة زي ما احنا شايفين. ما وجودها في ما فيش منطقة اكتر من كده. ماشي. دي افتكرنا العضلة بتاعكنا. طب وبعدين فين الترينجل تتكلم عنه? بص. مش احنا لسه جبين سيرة اه. الاتنين مع بعض دول هيعملوا الزاوية الاولى من الترينجل. خليني نستخدم خط قلم تخين شوية. ونتخيل مع بعض الترينجل بتاعك. بصوا كده. مش زي ما احنا شايفين ماشي بالطريقة دي كده. هتقول لي اه. هقول لك ماشي. مش لها هناك اللي هو اللاترال بوردر. لو تفتكروا اسمه اللي كان اسمه مش هنختلف. المهم ده هيقوم لنا جاي جاي كده. وعمل لنا بالطريقة دي الزاوية الاولى من المسلس بتاع ده. كل اللي علينا نعمله ان احنا هنجيب اي ويعدلنا بالطريقة دي كده. ويكون قفل المسلس بتاع ده. يا طرق ايه اللي محتاجين بس نفتكر اسمه? والله اللي هنا ده اسمه تمام? تمام. اللي علينا نعمله دلوقتي اللي احنا نحدد بتاعة وخلاص على كده نروح على تاني اقصد تالت معاني. كل اللي عليك تعرفه عن عن ده. ان احنا نعرف بتاعنا. عشان هيمنها في ماشي. شايفين المسلس ده خلينا نطلعه برا كده بس عشان ما يزعلش مننا واحنا معقدينه جوه الصورة. بص. معانا اديك كده زاوية. والزاوية التانية اللي معمولة ايه? بالانجوينة اللي جنب. والزاوية التالتة اللي جاية من فوق. بالطريق دي كده. اللي كان. اما انا كان بوردر تلاتة. اكيد ليه تلاتة بوردر. واحد معمول بالريكتاس ابدوميناس مصل زي ما شفنا مع بعض. انا بوردر منه اللاترال بوردر. ماشي انا اختلف. واحد لاترلي معمول بالارتري اللي حفظنا اسمه اسمه امفيريور ابي جاستريك ارتري. يعني شوريان بيغزي المعدة من فوق لكن هو بتاعه. بنطلع ايه حاجة من اسمه. اي حاجة تفكرنا بمكانه بشكله ايا ما كان. تمام? تمام. خلصنا اتنين بوردرز البوردر الاخير الانفيريور بوردر هنلاقي بتاعنا. زي ما احنا شايفين هو اللي عامل وهو ده اللي مكتوبة هنا اللاترلي او اللي بيعملو لو تفتكروا قلنا لا ما ذكرناهوش. هو ده بيرفع لنا بريتونيا بيعملنا اسمه اللاترال امبليكال فوردشان اختلف. هنلاقي هنلاقي وخلصنا على كده. كلمة الهرنية دي هنعرفها في الكلينكالقدام. ماشي. يبقى كده ده كترة مضايعين معايا واللي عارفين احنا مندرس في احنا مندرس في وخلصناها 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 اتنين. عشان هما اربعة. هنكمل مع بعض المراجعة بتاعتنا. معانا هنا الكنال. يعني ايه كنال? كلمة كنال زي ما احنا عارفين معناها والله قناة. هلليه نرسم مع بعض القناة كده? والله هنحتاج دايرة في الاول ودايرة في الاخر. وهنوصلهم مع بعض ودية القناة بتاعتنا هي. هقول لك ممتاز قوي انت خير كده. يعتبر خلص اصلا اللي احنا مندرسه. بس القناة بتاعتنا ديت يعني مش 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 كده لا بميلة. فخلينا نعيد رسمها. بدل نرسمها بالطريقة دي. خلينا نرسمها وهي ميلة كده عشان ما نزعلهاش. بالنسبة للدايرة الاولى اللي تحت ديت هنسميها اسم. والدايرة اللي فوق هنسميها اسم مختلف. الاتنين دايرتين خلص كل واحدة فيهم رنج. يعني رنج. يعني خاتم او حلقة. حاجة ما كنت تدخل منها. فتحة يعني. هما عشان اللي تحت ديت مسلسة شوية. واللي فوق ده. واللي فوق دي بيضوية شوية عشان كده قلنا رنج. مقولناش كلمة تانية مش هنختلف. المهم ما حابين نسميه. لقينا واحدة. طلع الجلد من برة يعطبها. بالمقارنة مع التانية. فهنسميها السوبر فيشيال. مش سوبر فيشيال رنج بس. لا. ليه? عشان موجودة في. طاب والتانية. طاب واللي ما بينهم ده. طاب مش محتاجة. هتقول لي عليه. وهو ده اللي احنا بندرسه اده كثرة الكنال. واصلة ما بين اتنين وما بينهم الانبوبة ذات نفسها. تمام? تمام. حبيب بس نرقم عليكم محبة معلومات وما الاخر وهنقرأ الكلام مع بعض. بيقول لك وباختصار كده هو بس كده. نعرف السايت مع بعض عن طريق صورة. انشوفنا صورة بسيطة زي ديت من جوجل. هنلاقي الجنة تحت هي سواء كم ميل ولا في ميل. ودي طبعا رجلي اليمين ودي رجلي الشمال. تمام? ودي بطن الراجل ها والسرة بتاعتنا هي. بس بحاول اعرفكم مكان الكنال فين على جسمنا. لما تيجي تبصوا كده على الواحد قدامك. والله الكنال بتاعته هناك هي. في الانجوائنال رينجو. ماشي. معنا هي الدايرة الاولى هي بتاعتنا. طب والدايرة التانية هي السوبر فيشل انجوائنال رينج بتاعتنا. وما بينهم ما بينهم الانجوائنال الكنال ذات نفسها. بس حبيت نتخيل مكانها عشان نعرف احنا بندرس فين اصول. في اللي ممكن منكم يدرس الكنال ديت وهو مش عارف يا مكانها فين في جسمنا. ممكن اللي بيحسب ان هي اصلا موجودة في يعني في رجليه. اقول لك لا دي موجودة اصلا فوق الانجوائنال اللي بيفصل لنا ما بين الابدومين واللور لينجوائنال. تمام? تخيلنا مكانها نرجع نكمل محتويات الكتاب. بصوا كده. وخلصناه. اللينت بيقول لك طولها حوالي خمسة صمتش. الديريكشن عاملة نفس الديريكشن بتاع الاكسترنال اوبليك مصر. فاكرين الاكسترنال اوبليك اول عضلة معنا. كانت الوحيدة اللي لها من فوق لتحت. وبقيت العضات من تحت الفوق. اه. ايه كان الديريكشن بتاعنا? يعني تحت قدام واللي جوه ناحية الجنة. ماشي. وبيقول لك بتختلف على حسب السكش والايش. بتبقى اكبر في الميلس. وبتبقى اصغر. والواحد لسه طفل. عشان الاتنين بيبقوا رايبين من بعض. بتبقى بالطريقة دي. طب لما واحد يجبر في العمر. الاتنين يبعدوا عن بعض فبتبقى اطول. تمام? تمام. الديسكريبشن بقى بيقول لك احنا هنسكرايب رقم واحد رقم اتنين ورقم تلاتة الواصلة اللي ما بينهم الكنال ماشي? هنفسك كل حاجة وانفصفصها مع بعض. وبنقول بسم الله عند مكانها. اهم حاجة دا كاترة نعرف مكان كل بتبقى فيه. يعني مكانها. يعني احنا فاكرين الانتيريور ابدون من الول والليارس بتاعته. مش كده? اه. ايه كان الليارس بتاعته? بس نفتكر قبل. قبل ما نقرأ الكلام ده نفتكر الليارس عشان هتتكرر مع نا كزا مرة. رقم واحد كان عندنا عضلة. احنا الليارس طبعا. عندنا عضلة اسمها بتاعتنا. وبعد كده معنا بعديها الانترنل مش كده? اه رقم تلاتة معنا ابدومينس ماشي. اربعة. وفي اربعة? ايه وفي اربعة. انا عارف هنا احنا بنتكلم يعني مجيب ناس والبيارامدالس دولها على جنب خالص. في الليارة اربعة لو تفتكروها فشة تحت كل ديت معايمات سابقة من الفيديو اللي فاق. واكد انتوا عندكم خلفية عنها يعني دي اساسيات الاساس. رقم اربعة معنا هي والله الفشة بتاعتنا. يعني ثلاثة وبعديها فشة. ماشي. بصوا بقى. شايفين انتو العضلة الاولى ديت? اه. هتعمل لنا الرينج اللي اسمه يعني هيبقى فيها فتحة. يعني مش. احنا شايفين قدامنا كده عضلة. مش كده? اه. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا فتحة هنا كده. او هنا كده بتبقى شوية. اسمها تمام? تمام اوي. بعدين اللي اتنين اللي في النص دول هنلاقي فيها الكنال. لان اللي في الاخر ديت هنلاقي عندها بس اللي اتنين اللي في النص دول هيعملوا الروف بتاع الكنال بتاعهم المشترك اللي هو بتاعه تمام. وبعدين هنلاقي الفاشة الاخيرة ديت اللي هي معانا انا عكستهم. الحمد لله لانا عكستهم قدامكم وغلطت في نقطة ديت عشان انتم ما تغلطوش بقى اللي بتحايل. بصوا هي هي فهيكون معاها تابو الفاشة هيكون معاها بتاعتنا اللي هي والله بنفس مبدأ العضلة جت لنا فتحة هنا وربنا خلقها. طبعا زي ما هنعرف مع بعض ان هم وجودهم مش بلا فايل ده لأ. دي نزل فيها هو نزل عمل لنا الفتحتين دول او هنشوف دلوقتي مع بعض. ماشي. ام حاجة بس قبل ما تكمل معايا شايف انت الاربعة عضلات بتاعنا دول هتقوم كاتبهم وهتكتب عليهم دول اللي احنا نلسناهم بتاعة الابدومي من قدية. وهتقوم ضيف عليهم اللي انا كاتبها ديت عشان هتهمينا مع بعض. في الاول بعد كده واخيرا تمام? تمام. شايفين انتو الكنال اللي موجودة في النص دي اتفاق نروف بتاعها صح? صح. عازلت بقى نتكلم على بتاعتها. عرفت كده خلصت من كل حاجة انتهنا فيها. تمام? تمام بس هنكمل كلام الكتاب قبل ما نصخل على الاول. بيقول لك هنتكلم عليها فقط فهنعمل زوم ان عليها عشان ما تزعلش مننا. بالنسبة للسايت فكتب لك وباختصار موجودة في الفشية اما فمش هنختلف عليها دلوقت. خلي الحاجات الثانوية وقتها. مع الاسئلة يعني انا جاي اختصر لكم كمعلومات اللي هترجع لكم محتوى الامتحان. ثم احنا نحل اسئلة والتفاصيل اللي تهمنا ندرسها. ماشي? ماشي. اكيد اللي عملهولنا اصلا. طبعا مش لازم اقول لكم ان الاسبرماتيك كورد ده من اسمه هو الكورد اللي ماسك مصنع الاسبروس اللي هو التستز يعني. زي ما هندرس في بتاع التستز كاف موجودة فوق وندلت تحت وتشدد في في عملات لنا اللي اتنين بتاعت. مش هنختلف اول في الفيمين دي ما درسنا مع او ماشي. خلينا نكمل ونروح على واول معلومة تهمنا ان هي معمولة تمام? تمام. طبعا دية مش هتختلف. الصفحة اللي انا كتبتها قبل ما نتكلم عن دول عن كل هي اللي هتهمنا. تمام? بالنسبة برضو والمراض من اللي كانت بتحوط لنا التستز لو تفتكروا. هي نفسها لكن عشان التستز اخدتهم معها اللي تحت اتغير اسمهم بس مش اكتر عشان يلغبطونا. ماشي. هل دي هي المعلومة انا بيدور عليها هنا? لا. هتجولي انتو على رقم اتنين دي بالطريقة دي كده وتحطولي عليها نجمة ضخمة جدا. لانكم لو تلاحظوا ديت موجودة في فقط. وليس الدين. ليه? عشان اخترك الكنال من النص. وبعد كده طلع من مش نفس اللي كان مسلا نازل من بعد كده طلع من العادي. لأ. ده اخترك الكنال. فدي معلومة بيلعبوا عليها في ولا شكة في هذا. ماشي. انت توهت معي عشوش مشكلة. وباختصار كده هنعمل زوم اوت وهنرجع للعنوان بتاعنا. بيقول لك في حاجة اسمها الكنال. يعني والله دايرة متوصلة بالدايرة التانية بالطريقة دي كده. الدايرة الاولى سمناها بالكنال. اصل الكنال. ودي معمولة بالفاشة. اما الدايرة التانية اسمها السوبرفيشال ودي معمولة شايفين بقى اللي في النص ده هو اللي عاوزين ندرسلو بتاعته عشان كون متخيلينها اكتر. اللي هو الحتة اللي في النص دي نعرف بتاعي. وان شاء الله ما تبقاش صامة ومعقدة. بس محتاجة حب التخيل. وان شفت صورة حلوة مع بعض مش هيبقى الموضوع معقد يعني. الكنال هي بقى. ان شفنا صورة زي ديت يا دا كاترة. ايوة معقدة وفيها كلام كتير والوان كتير. بس مش هنختلف عليه. رقم واحد طبعا انتو بغضة ناطر عن كل الكلام ده. دي هترسمة على الفكرة مش حاجة حقيقية. بس اقرب للحقيقة. وابسط من الصور التانية. يعني دي الابسط اللي انا جبتها ليك. ما جبتش حاجة معقدة يعني. بص. معنا اولا الديب انجوينال رينجة هي. دي الديب انجوينال رينج. كده رقم واحد. رقم اتنين. معنا ديت السوبر فيشيل انجوينال رينج. حلو قوي. طب ما بينهم. مش محتاجة. ما بينهم اللي بالاخدر ده. هو الانجوينال كنائل. بس عادل نعرف بتاعته. هتلاقي بوندرس مكتوبة كتير عندك في الكتاب. كل اللي عليك تعرفه انك هتتخيل مربع بالطريقة دي كده. هنعرف سطح المربع ده معمول بايه? السوبيريور. وهنعرف بس نسميه الروف كأضاء. وهنعرف الفلور معمولة بايه? وهنعرف معمول بايه? وهنعرف معمول بايه? وهنعرف معمول بايه? يعني هي غرفة. وانت جيت قعدت فيها كده. بصت فوقك لقيت حاجة. دست على الارض لقيت حاجة. بصت قدامك الحطة لقيته حاجة. بصت وراء ايت حاجة تانية. يا ترى ايه? وهتقول لي بصت قوي. هتقول لي انا هروح واعد فعليا في الغرفة عشان اعرف. رحت انت جيت كده وقفت وقفت الرجل ده. بصت فوقك. لقيت بصت تحتيك. لقيت واللي مش واضح هنا. الانجواينا اللي جميل. بصت قدامك. لقيت الاكسترنال اوبليك ابنيروسي. بصت وراءك. لقيت الفاشة هتقول لي انت عقدتني مش سهلتها علي. هقول لك لأ والله انت بس هتتخيل انك وايه بجوة غرفة. هتبص فوقك هتلاقي حاجات وتحت حاجة وانت بحاجة وار حاجة وخلصنا على كده. هنطلع من الصورة ديت وهنرجع لها ان قد من الله. بصت. جينا كده عمد الانجواينا اللي هي ايه تاني بس حد يذكرني بيها كده. هي والله دايرتين متوصلين بع بعض. مش كده? اه كده. الدايرة الاولى او اللي برا اسمها السوبرفشيال انجواينال رينج. مين اللي عاملها? قول لي بس مين اللي عاملها? والله لو توقف الفيديو دلوقتي بتقول لي مين اللي عاملها? عشان لو ما عرفتش تجاوبوا السؤال ده انت خلاص ولا ولا البوندرز عرفتها ولا الدرس كله وفهمتك. وقف الفيديو هو بعد تلاتة اتنين واحد هقول لك مين العاملها? تلاتة اتنين واحد. والله مش هي السوبرفشيال? اه يعني هي سطحية. فاللي هيعملها المصل السطحية بتاعتنا ايه? اول مصل كان اسمها ايه? كان اسمها الاكسترنال اوبليك مصل بتاعتنا. ممتاز قوي. هو ده هو الاكسترنال اوبليك ابنيروسل. طبعا المصل اللي بتقوم بتحول ابنيروسل شباش نختلف يعني. تماشي. طب احنا نتكلم عالكنال دلوقتي عارفنا معمولة بالدايرة القول ايه? والدايرة التانية. الدايرة التانية وبكل بساطة. الديب انجوينل رينج بتاعتنا. مين اللي كان بيعملها? اه هتعرف توقف الفيديو وتجاوبها ولا صعبة? والله هي الديب. الديب يعني اكتر شفناه من جوه. كان اسمه ايه الستراكشور ده? ام فاشية انت مش عارفت انتها اصلك. هولك لا انت كنتها صح بالاول. هي مش المصل هي الفاشية لتحت المصل. اللي كان اسمها بتاعتنا. تمام? يعني هي لفافة كترجمة حرفية ماشية بتاعتها اللي قدامها يعني. ماشي. وهو ده الفاشية ترانسبرساليس. وهو انت مش عارف ان موجودة في الانتيريور والبوستيريور وال هاي بتاعتنا. يبقى كده انتيريور وخلصنا وبوستيريور وخلصنا. الروف بقى بتاعنا ايه? الروف اللي فوق ده. الروف هيعمله زي ما اتفقنا. الكونجوينت تندون اللي اتفقنا عبارة عن الانترني اللي اتنين عملوا تندون مشترك. سمينا تندون ده كان طالع كده مقوس فوق الانجوينال كنال. هو اللي عملنا الروف بتاع الكنال. ماشي. طب والفلور? الفلور مش مستهلة ولا محتاجة. احنا هنا منتكلم في ومنتكلم في كنال موجودة فوق فهو الفلور معمول بال تمام? تمام. همسح كل الكلام ده واعيد تاني. الكنال عبارة عن دايرتين. الدايرة اللي قدام معمولة بال فدي الانتيري اللي هي ايه? الدايرة اللي ورا معمولة بالفاشة فهو ده تاب والروف معمول بال معمول بال تمام? تمام. هتقول لي امال ايه الكلام الزيادة اللي هو حطينه عشان يلغبطونا. اقول لك دول عبارة عن معلومتين. حابب تعرفهم اعرفهم. مش حابب تعرفهم. هتاخد الريسك انك تنقص في مفيش مشكلة يعني. تمام? تمام. بص. هنضيف بعد ما عرفنا اللي هي الاساسية هنضيف مجموعة من علومتين. رقم واحد هنتكلم على بتاع ممكن حد يفكرني بيهم عشان معلش انا نسيته. حد يفكرني ايه هو كان بتاع هتقول لي دول واضحين احنا افتكرنا مطرقة بالطريقة دي كده ونازل منها وطالع منها هقول لك احسن. دي اول حاجة هتضفها هنا. هنضيف هنضيف عندها اما هنضيف عندها. حلو قوي. طب تاني معلومة هنضيفها. احنا اتفقنا هنضيف مجموعتين. مجموعة الاول عن المجموعة التانية عن والله للرنجز بتاعتنا. مش احنا عندنا. اولا بس عايزين نعمل على دية تشيك. ونعمل على دية تشيك. اتبقى لنا بس المعلومة هدي دي. اتبقى لنا المعلومة دي بس. عايزين نضيف للرنجز. مش احنا عارفين الكنال موجودة. عبارة عن دايرتين متواصلين مع بعض. صح? اه. طب دلوقتي مش ممكن بعد الشار تقوم واقعة واقعة او دخلها في الرنجز من ورى كده. وطلعونا. مش ممكن. اه ممكن. فاحنا عاودين نعمل او نقفل الرنجز من ورى. وهنقفل الرنجز من قدية. اللي هيقفل لنا الرنجز من ورى هيبقى الكونجوينت تندون. الكونجوينت تندون. هتقول لي ليه وازاي? هل نحفظها بحث كده ولا ايه? هقول لك بص مش احنا اتفاق ده. ان الاربعة ليرس بتوعنا رقم واحد. تمام. رقم اتنين. الانترنل اوبليك. رقم تلاتة الفاشية. مش الفاشية. خلي نمسح الكلام ده. اتفاقنا ان رقم واحد. الاكسترنل اوبليك. رقم اتنين. الانترنل اوبليك. والفاشية ترونسبرسالس. اللي اتنين هيعملوا تندون مع بعض اسمه تندون مش كده. الكونجوينت تندون ده هيعمل انسيرشن لقدان. في البكتنية اللاين. فلازم انا هيغطي انا غلطت فيها ليست ديب. فاول حاجة مبعد المصل بتاعتنا اللي احنا عملنا فيها فتحة. لقيت بعديها عطول الكونجوينت تندون. فده اللي عمل لها سببورت. لو مش زقطة معكم المعلومة دية. ممكن تفاهم اكتر قدام في اللي هي البروتكتف ميكانيزم اللي هناخدها بعد دي. المهم اما اللي هيحميها هو الانترنل اوبليك. ليه? نمسح الكلام ده كله. ونفتكر الاربعة بتوعنا. رقم واحد الاكسترنل اوبليك. رقم اتنين الانترنل اوبليك. رقم تلاتة الفاشية. ابدومنس. رقم اربعة الفاشية. احنا مسكنا الاتنين دول كده. وعملنا فيهم اوبنين. هنلاقي بعديها على طول الانترنل اوبليك. فده اللي هيعمل لها سببورت. هقول تاني كده سريعا ونكمل الكلام بتاعنا. واسف ان ما كانش كل معلومة وصت لكم. بصوا. عرفنا الاساس بتاعهم الاربعة. بعد كده اضفنا معلومة بتاعت ثم اضفنا معلومة بتاع كل من الاتنين. سواء كانت الرنج اللي موجودة قدام او الرنج اللي موجودة وراء. كل واحدة وليها سبورت مختلف. ماشي. اتمنى يكون الموضوع واضح. هنروح مع بعض. ايه اللي بيعدي جوة الكنال? والله اللي عملها. اللي عملها مسلا تمام. عندنا معلومة اللي هو العصب اللي ماشي ما بين العصب ده اتفاقنا ان هو هيقترف الكنال وهيطلع من فلو جهي سألك على بتاع مش هيحتوي على ماشي اشان اختلف هننزل كده وفيه صورة زي ما انتم شايفين هنا ازا حبيت ازا حبيت وتوقفوا الفيديو وتتأملوا في هذه الصورة مفيش مشكلة انه ازا الرنج الاولانية والرنج التانية حصل ما بينها بالطريقة اللي احنا شايفينها دي فيها حبة كنا درسناها في الصورة وليس هذه الصورة. المهمة هننزل مع بعض ونروح على بيقول لك وباختصار كده مش ممكن يحصل ان الرنج بتاعتنا دي قصد الكنال يقع فيها جزء من حاجة اسمها الهرنية ونشوف الصورة لها دلوقتي ان هو والله زي صور الكتاب ديت اللي احنا شايفينه من الاول لب ده هو بتاعتنا. ممكن تقوم واقعة في ومشي في الكنال بتاعتنا ووصل لحد طبعا صورة زي ديت من قدام او من الجنب مش ممينة الكنال اللي هي عاملة زي وباختصار كده ممكن تقوم واقعة من فوق ونزلة تحت الحد بتاعتنا. فاحنا عاوزين نعمل اللي هتمنع من الكلام ده انه يحصل انت عارف مين هم اتنين رقم واحد يعني احنا عارفين الكنال بتاعتنا مكونة والقنال في النص هنحمي القنال الاولانية الاولانية ليه وازاي عشان الرنج ديت معمولة في الفاشة واللي بعدها على طول هنلاقي المصل دي تماما. طب الرنج التانية هنحميها اللي هي هنحميها بالكونجويت تندون. ليه وازاي? علشان كانت معمولة في الاكسترين الاوبليك. وراها على طول هنلاقي اللي هو احنا بص اللي انت افتكرته الاربعة اللي احنا درسناهم. رقم اربعة حصل فيها. يبقى اللي وراها على طول ها يحميها. رقم واحد حصل فيها رنج يبقى قدامها على طولها يحميها. فالقدام هو هو واللي ورا هو اتمنى ان تكونوا لقطوا المعلوم رقم اتنين والمعلوم رقم تلاتة عشان مش بقى لنا اللي هي معلومتين وخلصنا كده للكنال. بنحميها من انه بعد الشر يقع فيها اي من الانتستر. ماشي. احنا حما احنا عارفين الكنال بتاعتنا وكررها تاني. دايرة وفيها قناة والدايرة تانية. الدايرة الاولى وحميناها. الدايرة التانية وحميناها. نتكلم بقى على القناة في النص. والله ربنا خلاق. ماشي يعني بجنب. فكده الاتنين مش قدام بعض. يعني انت لو معك ورقة ومخرومة هنا. ومعك ورقة تانية ومخرومة في نفس المكان. انا حطيتهم على بعض وجبت قلم هيقوم داخل من الخرم الاولاني وطالع من التاني عاجل. طب انت لو جبت ورقة تانية زي ما هو معنا في الموقف ده. بس الرنج بتاعته موجودة على الجنب كده. هتيجي تحط القلم مش هيطلع من ناحية التانية هيلاقي جدار. فكده الحمد لله ماشي الكنال بتاعنا ماشي بما يلاقي. بالطريقة دي كده. فدي حماية. قدام الرنج الاولانية جدار. وقدام الرنج التانية جدار قافل كل واحد فيه. ماشي. اخر معلومة الشطر ميكانيز. انه لما العضلات اللي احنا ما نشناها بتعمل الروف والانترير والفلور والكلام ده كله. لما تنقبض هتقفل الكنال. لما تنقبض هتزق الفلور هتزق السقف على الارضية. فهتقفل الكنال. كل ده كلام ده كله مفيد اثناء زيادة الانتر او الضغط جوه البطن. لان ساعتها ممكن الانتسن يحصل لها في احنا بنحميها بالكلام اللي احنا منشنا ده الاربع حاجات دول. حمينا وعملنا وعملنا فكرة للكنال اللي ما بينهم. وخلينا العضلات نفسها يحصل الله. الميكانيزم هو الشطر. لما تنقبض بتقفل او بتضيق الكنال. ماشي. هنيجي كده مع بعض عند الابلايد اناتومي. وبيقول لك وباختصار معلومة الانجواين الهيرني. طبعا احنا سمعنا عن كازا هيرنيا قبل كده. اللي هي الفيميرا الهيرنيا. وما الاخره. بس دلوقتي في المانحك بتاعنا علينا اتنين. الانجواين الهيرنيا هو حاجة من محتويات البطن. زي مثلا هي وبكل بساطة لما نرسم بتاعتنا كده نزول حتة من فيها تنزل 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 لحد ما تطلع لفين. ممكن حد يقولي لفين? جوة بتاعتنا. فبدل ما يكون فيه اتنين هنا يبقى في اتنين اه ومعهم التالتة لو حصل زي ما انا بقول لكم كده. دي اسمها الانديريكت او اوبليك انجواين الهيرنيا. اوبليك عشان مشت اوبليك ليه في الكنال بتاعتنا. انديريكت عشان في واحدة تانية دايريكت كده هتعمل هيرنيا او فتاة زي ما انتم عاركين ترجمة بالعربي. بطريقة مباشرة. واللي هي ان احنا هنزق الوول بتاع الانجواين التريانجل. فاكرين الانجواين التريانجل. ان قلنا ان الوول اه ان الباندرس بتاعته من الريكتس اب دوميناس. وانفيريلي من الانجواين واللاترالي. من الانبينيكا الفولد. شايفين انتو التريانجل ده. هتيجي الانتستن اللي هي الهيرنيا بتاعتنا. وتضغط على الوول ده. فهيقوم نازل لتحت وعمل لنا لبره. فلو تخيلتم الموقف ان قلنا الهيرنيا هو الخط الازرق ده. هيبقى ميديال ليه اللي انا برسمه هنا بالخط الاحمر. الانفيريور ايبيجاستريك اردري. طبعا عندنا الجينيتالس هنا. فكده جوه الميديال وجوه وناحية التانية مش هنختلف. ان بصينا كده على صورة هنلاقي ان ضغط على الوول مباشر. هو ما وصلش فعلا لكنه عمل هيرنيا او بروز لبره. طب لا ده نزل تحت لحد عن طريق الانجواينة الكنال بتاعتنا. معلومة انا حابب بقول لكم عليها ان يعني سواء كان الواحد كبير في السن او صغير في السن بتبقى عضلاته ضعيفة. يعني عضلاته ضعيفة? يعني اللي احنا اتكلمنا عليها فوق اللي كانت معمولها سواء كانت فشية مصل كل الحاجات دي بتبقى ضعيفة. عشان كده الهيرنيا بتقوم حصلة على طول. طبعا احنا عارفين ان ربنا خلقنا في الاول في ضعف اللي هم الاططال يعني. وبعد كده بقينا الشباب في قوة. ثم رجعنا تاني للضعف اللي كنا عليه. فسواء كان او اللي اتنين عندهم او بس حبيت نظهر الاية دية طالما اظهروها في الجامعة. اللي هي قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوات ضعفة ووشايبة يخلقه ما يشاء وهو العليم القديم. ماشي. فهو دا يا كاترة موضوع الهيرنيا بتاعتنا. كل ده كنا منتكلم فين? في الكنال. تمام? يبقى هنرجع للعنوان الرئيسي بتاعنا عشان ما نكون شتهنا بس. قلنا احنا منتكلم في اخدنا رقم واحد. الانجوائن. رقم اتنين. اخدنا الانجوائن. رقم تلاتة. اخدنا والله الحمد الانجوائن الكنال واللي كانت اطول حاجة فيه. رقم اربعة بقى اللي هنقول انا دلوقتي هي الريكتاس والريكتاس دي بسيطة وسهلة جدا. هي او باختصار او غلاف مصر. واحنا عارفين ان الريكتاس دي كانت مميزة اوي. ان هي مش عضلة كده وخلاص. لا. ضربنا سبحانه وتعالى. اسمهلنا بانترسيكشنس. مش كده? اه. لجزء ابر زون ميدل زون. لور زون. كل وعنده محوط العضلة كلها اه. بس الانتيريول والبستيريول على حسب انهي زون احنا بنتكلم فيه. هيختلف هو معمول بالايه? بس الشيط عامة الشيط دي عامة معمولة بتاع المصص. هنمسك كل زون ونتكلم نشوف هي معمولة بانهي مصص. احنا عندنا كان مصر اصلب في البطن قدامي. حد ممكن يفكرني كان عندنا تلاتة عامة كان عندنا رقم واحد بتاع الاكسترنال وبعد كده عندنا بتاع الانترنال وبليك. ثم عندنا بتاع مش كده? اه. دول كلهم يعملوا يحملنا العضلة اللي هي بس هنكتشف دولاتي مع بعض ان هما بيختلفوا على حسب احنا بنتكلف انهيزون من شيس. انجينا كده على صورة حلوة جدا زي دي. وشايفين انتو في النص دية دية مصر. وبغض النظر عن ايه اللي وراها ده مش يهمنا. طبعا تاع الاسترنة مش بتاعتنا? هي انا يا مصر مش ديكت اول مصر معنا بيديكت الاكسترنال او السوبرفيشيا المصر بتاعتنا? يعني كانت قدام. اه. فعشان كده هي هتنشي قدام. سواء كنا في او في او في او في هي هتقوم ماشي قدام عشان هي اول عضلة او مصر معنا. مش كده? تمام ولا ايه? هنيجي بقى عند ونتكلم على التاني عضلة معنا. يبا احنا معنا كم عضلة رقم واحد الاكسترنال اوبليك. رقم اتنين الانترنال اوبليك. رقم تلاتة الترانس في الابر زون اتكلمنا على الاول عضلة بس. في الميدل زون هنتكلم على التاني عضلة كمان. هنضيف عليه معلومة بس. الا وهي. ان الميدل مصل ديت هي تعتبر الميدل مصل ما بين اللي فوق واللي تحت. هتقوم جاية كده ومقسومة. نص قدام ونص واره. وتروح تمسك تليني قلبها اللي هو الخط الابيض اللي فيه طبعا عندنا المصل هنا. ونفس الحاجة حاصلت الناحية التالية. تماما. هنيجي با عند وهنكتشف ان التلاتة هم طلعوا قدام كلهم. تمام ولا ايه? تخيلوا بس التلات صور دول الموضوع يوضح معاكم. بس انتم مش ملاحظين حاجة هنا? ان هنا معمول به مع وحدة مصل. طب والبستيري رول يعني مش معمول بانهي مصل. طب وهنا تعديل ما فيش برضو انهي مصل. التبكال اللي موجود في النص ده واضح قوي. اللي قدام قدام واللي وراء وراء اما اللي في النص مش عارف مش قدام ولا وراء اتحير فمشي كده واتقسم نصيه. ورايح حمسك في اللي اقلت بقى وعملنا مصل بتاعتنا. نروح للكلام اللي مكتوب والموضوع بسيط قوي بازن الله. بيقول لك اهو نعمل زوم ان شوية. روحنا عند لانها معمولة بالعضلة لقدام بس. وورا ما فيش حاجة. لقيناها بعمول بالتلاتة لقينا القدام معمول بالعضلة لقدام زي ما اتفقنا هي هي تبدل موجودة كل مكان. وكمان معمولة بالعدل في النص اللي تقسمت نصين. نص للانتيري روليك ونص التاني البستيري الأماني للبستيري رول. والعدل اللي وراء فضت وراء. ايما البيب Round Zone ده اسهل حاجة. اللي قدام قدام واللي وراء وراء اما في النص احطارت ما بينهم في قسمت نفسها. اما الـ track zone معمول بالتلاتة مع بعض. يعني مفيش حاجة. بالنسبة للكونتنت. فالموضوع سهل برضو محدش عقده. وهو حفظ من الاخر. احنا كنا اخذنا المسلس بتوعنا. كانوا كام? كانوا والله ستة. كان قلنا في منهم التلاتة اللي اتكلمنا عليهم اللي هم الاكسترنل اوبليك والترانس بارس ابدومنس. وفي منهم اروند الميد لاين. اروند الميد لاين دي قلنا عليهم اتنين. الا وهما والريكتس اي حاجة في الميد لاين نصف الكونت في ركتس شيف بين قصين كده اكتب بخط كبير ميد لاين. يعني موجودة في الخط في النص. خط كده عم نعدي مناخيرك ندل تحت للصرة للجينيتالس وما الاخر. يعني رسمنا واحد كده وجبنا قلم هنقسمه نصين الخط ده هو الميد لاين. لقنا في الميد لاين فاكيد ده كنتت من ركتس شيف. كنتت من ركتس شيف. ماشي. والبينس هما هماهم. يعني معده. والمعدة طبعا ميلة لشمال شوية بس هنقول هي في النص المرادي عشان نفتكر الاربعة بتوعنا دول سواء كان اما فهم اللي كانوا بيغزلنا الماصل بتوعنا. خمسة والاخير اللي هو ماشي ماشي. هنروح بقى الاسئلة يا دا كترة. وطبعا بس حاطط لها كنا معلومة نوت هيا في الاخيرة. بيقول لك الريكتس مصل ديت. الريكتس مصل خداعة. يعني خداعة. مش هي اسمها عضلة. مستقيمة. اه. بس هي مش مستقيمة او. عندها جزء اين مش مستقيم. الجزء الاولاني هو سميناه باللينيا سيمي ليونارس. لين يعني خط سيمي ليونارس يعني شبه الهلال. نص القمرين. تماما. عشكده لازم نسميها اسم مختلف طبعا ما هي عكس مسمى العضلة ذات نفسها. طب والحاجة التانية اللي مش مستقيمة. حاجة اسمها اللي هو بيجيب لك سيرته دلوقتي. بيقول لك المصر بتاعتنا بتنتهي اسمه ومش هوريكم صورة لها بس نعرف وجود مسمى الحاجتين دول. ماشي خلنروح على الاسئلة وانتو ممكن توقفوا الفيديو دلوقتي عند الاربع اسئلة دول وتحاولوا تجواجوه بنفسكم. انا لسه فاتح باكم الاسئلة دلوقتي وهنكرها مع بعض. فعلنا نبدأ من تحت لفوق. بيقول لك هقولي الاجابة بعد ثلاثة اتنين واحد. والله بس ده غلط. لان اتفقنا ان النيرب ده هيخترج الكنال ويطلع من السوبرفيش. يعني احنا معنا الكنال كده. دية الديب ودية السوبرفيش. هيجي معنا ويخترج من النص كده ويقوم طلع لنا من فقط. وليس من الديب. تمام? فكده دي الاجابة الاولى. هل اجابة بعد تلاتة اتنين واحد. والله يعارفين ان الديب هتتعمل بالمست الديب استراكشن. الا وهي? طب والسوبرفيشن بالمست سوبرفيشن استراكشن. ليه. ماشي. طب الاجابة معنا بعد تلاتة اتنين واحد. خيار دي. هل الديب اوبنينج جنب السوبرفيشن رينج? لا. ليه? لان احنا عارفين ان الكنال بتاعتنا ماشي اوبلي. السوبرفيشن سوبرفيشن ميديالي والديب ديب لاترالي. فهم بعيدين عن بعض. طبعا في في الايرلي بقريبين ماشي مشان اختال. دي معلومة انا مقلتهاش وانا بشرح بس الانفيريور ايبي جاستريك اوتري ليس مش لاترال انفيرو ميديالي تولا ديب انجواينل رينج. ديفر ديسكريبشن بتاعت الانجواينل رينج اللي حبي بكراها من الكتاب. تبديجة هنا عند ونعمل زوم اينا عشان عارف انكم مش شايفين حاجة والله. وانتو برضا عافية تقدروا تعمل زوم اينا من عندكم. باشي هولي الاجابات بعد تلاتة اتنين واحد. الكونتنت بتاعت كنا عارفين اتنين 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 وست نيرفات. النيرفز او النيرفز كانوا عندنا اللور خمسة ومعهم وكده الستة بتاعنا ولا يتضمنوا الاليو هايبو جاستريك نيرف. دي اللي كان بيطلع ما تطلقبطوش من ولا كان حتى هو كان الاليو انجواينل كان بيطلع من الانجواينل رينج. ماشي. السؤال التاني برضو من التاعت بيحتوي فعلا على اتنين اللي موجودين في بيحتوي على ستة نيرفز. منهم لكن لا يحتوي على اللي مسمعناش عنها اصل. اما السؤال الرقم تلاتة. بيكلمنا على والاجابة هو لعب بعد تلاتة اتنين واحد. هل معمول بالفاشة ترانسبرسالس? لا. مهما كان بقى الابر ولا الميدل ولا ما كانش يحتوي على الفاشة ترانسبرسالس. كان يحتوي على بتاع الثلاتة بتوعنا. اللي هما الاكسترنال والانترنال والفاشة واللاشة الفاشة. تمام? فديه الاجابة معاني. وباية الخيارات صحيحة واضحة وضوح الشمس. هننزل كده ونشوف السؤال رقم اربعة على ستة معاني. بيقول لك التلاتة اسئلة دولة ده كثيرا يعتبروا صعبين شوية. فخلينا نسيبهم. اللي حابب يعرفهم يعني انه مش بارست ده كان بيطلع من قدام بس مش هنختلف يعني احنا معانا اجابة سؤال ده بي واللي بعدي بي برضو وبعد كده دي. اللي جاهم صح احسنتم بس مش سمعنا عن كل المصطلحات. خلاص كده ده كاترة. خلينا نروح على الفيديو اللي بعد كده بس عشان ما طولشي وقال هعمل لكم بقية الفيديوهات. تمام? اخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.